بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في بداية درس اليوم ونرحب بالأستاذ بلغة الإشارة الأستاذ عادل السوالم فحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم نبدأ في موضوع جديد وفي درس جديد بعد أن تناولنا في الدرس السابق مقاصد الصور ومناسباتها وانتهينا من ذلكم الموضوع الذي نبين فيه مضمون كل صورة ومغزاها في مقاصدها أو في مناسباتها بين الصورة والصورة التي قبلها أو بين الصورة نفسها بين أولها وخاتمتها بينا ذلك كله في موضوع مقاصد الصور ومناسباتها نأتي في بيان درس جديد نأتي وإياكم إلى ذلك موضوع الشيق الذي نأتي فيه على الآيات المتشابهات ودرسنا اليوم هو الدرس الأول نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نستذكر ما أخذناه في الدرس السابق من مقاصد الصور ومناسباتها وكان درسنا هو الدرس الثالث سؤال نطرح إليكم عدد ثمرات تعلم مقاصد الصور ومناسباتها هل لتعلم مقاصد الصور؟ بيان مضمونها ومغزاها ومناسباتها بين الصورة والصورة التي قبلها أو بين أول الصورة وخاتمتها هل لذلك ثمرات؟ ما رأيكم؟ ذكرنا أربع ثمرات أحسنتم ما الثمرة الأولى؟ من تعلم مقاصد الصور ومناسباتها أحسنتم نقول الثمرة الأولى تحقيق المقصد من إنزال هذا القرآن ثانيا يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن ثالثا يعين على فهم كتاب الله رابعا يبعث على رسوخ الإيمان وزيادة نور القلب ذلك كله من ثمرات تعلم مقاصد الصور ومناسباتها نبدأ وإياكم مستعنى بالله تعالى في درس اليوم الآيات المتشابهات ونأتي على الدرس الأول من الآيات المتشابهات أهداف الدرس أن يعرف الطالب المراد بالمتشابه ثانيا أن يبين همية معرفة المتشابه اللفظي ثالثا أن يعدد أنواع المتشابه رابعا أن يذكر مثال لثوجيه المتشابه تمهيد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطُلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ القرآن محفوظ يحفظه الله تعالى وسبق ذكر ذلك حفظ في الصدور وحفظ في الصطور والجمع الصوتي ذكرناه في دروس سابقة الآن الحفظ في الصدور القرآن هل هو سهل الحفظ في الصدور هل نستطيع أن نحفظ القرآن في صدورنا نعم فالله جل وعلا أنزل كتابه وهو له حافظ فالكتاب محفوظ في صدور أهل العلم سيكون محفوظا وكذلك في صطورهم كل ذلك من حفظ كتاب الله جل وعلا طيب إذا حفظوا القرآن كيف هي طرق حفظ القرآن وكيف معرفة ذلك وليس الحفظ كتاب الله تعالى إذا بينا ذلك المتشابه من كتاب الله تعالى كيف أضبطه وكيف أتقنه وكيف أحفظه هنا آيات وقد تتكرر في صور أخرى بآيات كذلك متكررة كيف أحفظها وأتقنها وأفرق هذا هو موضوع درس الآيات المتشابهات فما الرابط بالعلاقة بين الآيات وبين الآيات المتشابهات ذكرنا ذلكم الرابط ما تعريف المتشابه لغة اشتبهت الأمور وتشابهت التبست لاجتباه بعضها ببعض فالتشابه في حقيقة الأمر بمعنى الالتباس هذا هو بمعنى التشابه التشابه بمعنى الالتباس والتشابك وغير ذلك فهنا كلمة ملتبسة وهنا كلمة كذلك ملتبسة هذا هو معنى الاجتباه بمعنى الالتباس تعريف المتشابه استلاحا آيات متكررة بألفاظ متشابهة ولاحظوا معي في التعريف آيات متكررة لكن تكررها بماذا؟ بألفاظ متشابهة يأتي معنا آيات تتكرر في صورة العراف وردت بنفظ وفي صورة الشعراء وردت كذلك بنفس اللفظ والفرق في الآية التي قبلها والآية التي تليها كيف أضبط هذا وأضبط هذا؟ كذلك كلمة وردت في صورة مكسورة وفي صورة أخرى نفس الكلمة لكنها وردت بالفتح كيف أفرق بين هاتين الكلمتين وأضبطها؟ هذا هو موضوع الآيات المتشابهات وتعريفه آيات متكررة بألفاظ متشابهة لكن تكررت هذه في صورة كذا وهذه في صورة كذا وفي صورة كذا ففرق بين الصور لكن كلها لا لفظ متشابه أي نفس الآية ونفس التشابه أول من صنف في هذا الفن هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي رحمه الله تعالى متوفى سنة 189 من الهجرة وواحد القراء السبعة والإمام المعروف في اللغة هذا هو أول من صنف في هذا العلم الكسائي رحمه الله إمام في اللغة وإمام في القراءة رحمه الله وبين اللغة والقراءة ارتباط فهو رحمه الله تعالى إمام في الفنين في القراءة واللغة وهو أول من ألف في هذا الفن الذي هو الآيات المتشابهات عقد الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن فصلا طويلا في علم المتشابه اللفظي كذلك الزركشي رحمه الله بيّن هذا العلم المتشابه اللفظي في كتاب الله تعالى والذي يعرفه بقوله يعرف المتشابه اللفظي بقوله هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة ويكثر في إيراد القصص والأنباء وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ظروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طروق ذلك فهو آيات ترد في هذا في قصة وهذا في قصة وهذا في قصة متشابه هنا ومتشابه هنا ومتشابه هنا وهذا كل مبين بلاغية القرآن وعجازة كتاب الله جل وعلا وأن البشر لن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا غيرهم ولو اجتمع الإنس والجن على إتيان بذلك كتاب الله جل وعلا فهذا كله من أجاز القرآن الكريم ما هي همية معرفة متشابه اللفظي؟ نقول أولا يعين المفسر على استخراج الفروق هذه همية معرفة متشابه اللفظي ثانيا يعين الحافظ على ضبط القرآن ثالثا بيان لجمال ألفاظ القرآن وقصصه رابعا كذلك يعين المتدبر على فهم القرآن الكريم الأول يعين مفسر على استخراج الفروق بين هذه الآية الواردة في سورة كذا والسورة كذا فرق بينهم الحافظ يعينه على ضبط القرآن إذا عرف معنى المتشابه كذلك بيان لجمال ألفاظ القرآن وقصصه ففي هذه الصورة وردت بصورة كذا وفي هذه الصورة وردت بلفظ كذا فالقرآن يتأنق في اختيار ألفاظه ويضعها الموضع الذي تؤدي فيه معناها بذقة بحيث لا يصلح فيه سواها ولذلك لا تجد في القرآن ترادفا بل كل كلمة تحمل معنا جديدا ولا تجد في القرآن كلمة معيبة من حيث صورة اللفظ حروفه وحركاته وسكناته ولا استعماله ولا تجد فيه لفظا قلقا مضطربا أو نابيا في موضعه وذلك كله من بيعان أجمال ألفاظ القرآن وقصصه كذلك يعين المتدبر على فهمي كتاب الله جل وعلا هذا كل من همية معرفة المتشابه اللفظي قواعد عامة لضبط المتشابهات كيف أضبط المتشابه من كتاب الله تعالى سؤال أطرحه إليكم كيف نضبط المتشابه من القرآن تلكم الكلمات المتشابهة وسؤال تطرحونه أنتم كذلك كيف نضبط المتشابه والكلمات المتشابهة والآيات المتشابهة في سورة كذا وفي سورة كيف أضبطها نأتي إلى بيانه في هذه القواعد القاعدة الأولى الإخلاص لله تعالى فالله جل وعلا أمار عباده بالإخلاص في العبادة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والنبي عليه الصلاة والسلام أمر كذلك بالإخلاص لله جل وعلا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سر المتقابلين هذا جزاء أهل الإخلاص إذن هذا هو الأمر الأول لضبط المتشابه أن يكون عند الإنسان إخلاص لله جل وعلا كذلكم إمام أهل السن أحمد بن الحنبل يقول عنه تلميذه أبو بكر كنت مع أبي عبد الله نحو من أربعة أشهر وكان لا يدعو قيام الليل أحمد بن الحنبل رحمه الله وقراءة القرآن بالنهار فما علمت بختمة ختمها وكان يسر ذلك إذن هذا الأمر الأول مهم جدا أن يكون حفظ القرآن ومعرفة متشابهه وألفاظه كل ذلك يكون دافئ وخلاص القلب وخلاص العمل لله جل وعلا لا يكون حفظك للقرآن رياء وسمعة وحتى يقال عنك حافظ وقارئ ومتقن لا أن يكون حفظك لكتاب الله جل وعلا إخلاص لله جل وعلا وإفراد ذلكم العمل الخالص لله سبحانه وتعالى فنحن عبادتنا كلها خالصة لله جل وعلا وقد أمرنا بذلك فمن أخلص نجح وفلح ومن ترك الإخلاص وراءه قد حبط عمله لذلك لاحظوا معي الإمام حمد الحنبل مع منزلته ومكانته وعلوه وشأنه كان يسر قيام الليل ويسر ختم القرآن وهو شاهدنا حتى لا يعلم عنه أحد بذلك بل تلاميذه لا يعلمون عنه ونحن أولى وأحرى أن نخلص العمل لله جل وعلا وأن لا يكون مقصدنا من ذلك التنافس أو الترائي أو أن يقال متقن أو يقال حافظ كلا بل نكون مخلصنا في العمل والله جل وعلا يعيننا إذن هذه القاعدة الأولى المهمة الإخلاص لله جل وعلا في هذا العمل كذلكم كثرة القراءة والمراجعة الدائمة للقرآن الكريم نعم كيف للإنسان أن يطقن كتاب الله جل وعلا وهو لا يراجعه بعض الطلاب يحفظوا سورة أو يحفظ أول آيات تلكم السورة ثم بعد فترة ينساها لا يراجعها فإذا أتى إلى آخر السورة قد نسي أولها فإذا رجع إلى أولها كأنه يحفظه من جديد نقول لا أربط أقرأ أول السورة ثم الآية بعدها ثم الثالث ثم الرابعة ثم أربط بينهم وبين أولها وراجع واتقن حتى تصل آخر السورة ثم أقرأها من أولها إلى آخرها هذا هو الحفظ أن تضع في قلبك أن تحفظ قرأ لله ليس من أجل حصة دراسية أو من أجل درجات تحوزها اجعل عملك الأول إخلاص العمل لذلك إذا جعلت ذلككم العمل إخلاص العمل لا جل وعلا نتجت الثمرة ويكثرة القراءة والمراجعة والإتقان لكتاب الله تعالى قال الزهري إعادة الحديث أشد من نقل الصخرة بعض الناس يحفظ الآيات أمتاز سهلة لكن إذا قلت راجع الآيات أرجع وراجعها جدا ثقيلة في نفسه لذلك قلنا مباشرة كل ما تعد آي يقرأ 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 حتى يتقنها والتي تليها ثم يقرهما مع بعض فيكون يتقان أكثر لذلك المراجعة شد من الحفظ فلذلك يحتاج إلى مراجعة وقراءة والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى بذلك بمراجعة القرآن وقراءة وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه شد تفلت من الإبل في عقلها ترك المعاصي والذنوب نعم ترك المعاصي والذنوب لماذا؟ لأن المعاصي في حقيقة الأمر سبب لظلمة القلب وإذا أظلم القلب ذهب الحفظ فلا يبقى شيء في القلب ما فيه نور فلا يبقى في القلب نور ويحل مكانه الظلمة فإذا حلت الظلم مكان النور كيف للإنسان أن يضع في هذا القلب كتاب الله جل وعلا وهو النور المبين فلذلك الإنسان يحرص على البعد عن المعاصي فكتاب الله جل وعلا نور قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن السيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق إذن المعصي عكس السيئة عفوا المعصي عكس الحسنة المعصي عكس الحسنة الحسنة ماذا يكون في الوجه لاحظوا معي كلام بن عباس يكون في الوجه ضياء نور في القلب سعة في الرزق قوة في البدن هذه الحسنة محبة في قلوب الخلق أما السيئة عكسها سواد ظلمة ضيق بغض قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فكما أن التقوى من أعظم أسباب تعلم العلم النافع فترك التقوى كذلك من أعظم أسباب الحرمان نعوذ بالله من الخذلان وكان الفضيل بن عياض يقول حامل القرآن مقامه يجل عن أن يعصي ربه كيف يصح له أن يعصي ربه أي لحامل القرآن وكل حرف من القرآن يناديه بالله لا تخالف ما أنت حامل مني هذا مهم جدا المعاصي يبتعد عن المعاصي الذنوب حتى القرآن ينادي للإنسان أن يبتعد عن تلك المعاصي وتلك الذنوب ذلك قال النظم شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وقيل أن هذه الأبيات للشافعي وأنه شك إلى وكيع سوء الحفظ فأرشده إلى ترك المعاصي والذنوب وأنه في حقيقة الأمر العلم نور وذلك من نور لا يؤتى لمن يرتكب المعاصي كذلك من القواعد الدراسة على مشايخ متقنين هذا من الضبط المتشابه صح ذكرنا الإخلاص وبعدها المعاصي كثرة القراءة والمراجعة لكن القراءة على شيخ شيخ ماذا متقن يكون شيخ متقن لأن الشيخ المتقن سيخبره إذا قرأ هذه الآية وحفظها في هذه السورة سيقول له الشيخ المتقن سيأتي لك مثلا في صورة كذا في آية كذا فاعرف وفرق بينهم في صورة كذا وردت بقراءة كذا بطريقة كذا بالكسر وفي كذا سيكون بالفتح فيخبره أن الشيخ متقن عالم هذا مهما يقرأ طالب القرآن على ذلك من العالم المتقن حتى يوضح له الآيات المتشابهة كذلك الالتزام بالقراءة في مصحف واحد وأفضل مصحف مصحف الملك فهد مصحف المدينة يقرأ من هذا المصحف ويلتزم بالقراءة به حتى يعرف والآيات وردت بكذا حتى يكون ارتباط عقله ذلك يعرف أن هذه الآية في الجهة اليمنى من المصحف وهذه في الجهة اليسرى أما لو غير مصحفا وكذلك كل مع مصحف واحد يشير إلى تلكم الآيات إشارة وأنه سوف أتكرر في سورة كذا بلفظة كذا ذلك كل من قواعد ضبط المتشابه كذلك من أهم الأمور الدعاء والالتجاه لله تعالى بسؤاله وأن يعينه الله تعالى على ضبط إتقان كلام الله تعالى كيف لا وأنت تدعو من الكلام كلامه والكتاب كتابه إذن هذه القواعد العامة ضبط المتشابهات الإخلاص لله تعالى كثرة القراءة والمراجعة الدعم للقراءة الكريم الدراسة على مشايخ متقنين ترك المعاصي والذنوب الالتزام بالقراءة في مصحف واحد الدعاء والالتجاه لله تعالى بسؤال الإعانة على ضبط وإتقان كلام الله جل وعلا وبختم ذلكم نكون قد أتينا على ختم درس اليوم نأتي وإياكم لأقيم نفسك بسؤال نطرح إليكم ما أهمية معرفة المتشابه اللفظي؟ خذناه ما أهمية ذلك؟ ذكرنا أربعة أمور سنتم قلنا الأمر الأول فقط تعين المفسع للإستخراج الفروق ثانيا ما رأيكم؟ سنتم كذلكم تعين الحافظ على ضبط القرآن كذلكم ثالثا سددتم تعين أو تبين جمال ألفاظ القرآن وقصصه وختاما يكون في ذلك إعانة المتدبر على فهم القرآن الكريم وبختم ذلك نكون قد أتينا على ختم درس اليوم الآيات المتشابهات وكان درسنا هو الدرس الأول نسأل الله تعالى في ختام درس اليوم التوفيق والسداد والهداية والرشاد ونلقاكم على خير من الله تعالى في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته